سنوات مرت على وجود هؤلاء النازحين في مقيم الكيلو 18 غربي مدينة الرمادي حيث فروا من مدنهم المنكوبة من جراء الحرب لكنهم ما زالوا منسيين يبدو هذا المشهد من العصور الوسطى لكنه لأحد مقيمات النزوح في محافظة الأنبار حيث تنعدم أبسط مقاومات الحياة بالنسبة لسكانه بعلم مسؤولي المحافظة الذين كانوا هنا بالأمس القريب يروجون لأنفسهم انتخابيا نازح مخيم الكيلو 18 الذين كانوا يحلمون بالعودة إلى منازلهم باتوا يطالبون بتوفير المواد الغذائية والدواء للبقاء على قيد الحياة دكتور ماكو مستوصف ماكو علاج ماكو إذا سألنا مريض لا سمح الله سيارة حتى نغل عنه الخبز الكيلو الرمادي واحد الأمور موحية وأسألنا أدوية كل شيء أدنا هنا والأخرى الثاني الماء يبتنا كل جبونا نقل بي جبونا وزعونا المدارس أهم فتحوا مدرسة هنا في كتب ماكو في الدنوب قيد الفقاش جان الشتة ماكو ليفقاش لا زوالي لا دقل مثل بطانية شيء كل شيء ما عدنا والمدارس أخص في الصحية عاد سوا هذال الجهيلة بس ما ما استفعت شيء نوب يدامون نوب ما يدامون مستشفي هنا ماكو الطباء ماكو علاج ماكو كل شيء ماكو نازحو المخيم في واد والحكومة ومسؤولوها في واد آخر يقول أحد سكان المخيم متهما مسؤولي محافظة الأنبار بالمتاجرة بمعاناة النازحين كل الأمور تعاني منعد حكومة ما يوم حكومة أجت وصلتك هنا وقالت خليني أشوف هذا المواطن اللي قاعد هنا ليش قاعد هنا شنو لي بيت ما عنده سكن يعني لازم أوفر له سكن هذا مو راغي إلى حق على الحكومة الحكومة لازم تي توفر لك سكن توفر لك معيشة توفر لك أي شيء كان معاناة نازحي مخيم الكيلو 18 تتضاعف مع دخول فصل الشتاء شديد البرودة لا سيما مع استمرار عدام الخدمات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء بجانب حرمان النازحين من وجود المراكز الصحية والتعليمية قرب المخيم